بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر اليوم رح نسوي وصفة لطيفة وحلويات هيكة صغيرة وبيحبوها الأطفال والكبار وسهلة جدا بصراحة ما بدها أي تعقيدات أو أي شغل كتير هي الوحيد بس يعني بالتزيين وهيك يعني هو الفان بارت يعني الاشي الحلو يعني التزيين بياخد وقت يعني منك بس جدا طيبة وبصراحة أطيب من شغل المحلات بكتير لا تنسوا دعم الفيديو إذا سمحتوا باللي بتقدروا عليه شاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم إذا سمحتوا فضلا وليس أمرا أكيد خلينا نبلش في البداية أنا هون عندي جات رح أحط في كوب ونص زبدة بالجرامات بطلعوا من يعني 340-350 جرام زبدة أنا هون ما وزنتهم أنا كان عندي قالب ونص حطيتهم يعني بيجز عشان هيك أخدوا معي 3 كاسات ونص طحين هم المفروض يكون الطحين ضبل كمية الزبدة طبعا الزبدة تكون بحرارة الغرفة يعني تكوني أنتي مطلعتيها قبل بوقت وتكون طرية مش جامدة رح نحط عليها كوب سكر ناعم مطحون ناعم ورح نعملهم بالخلاط نخلطهم بخلاط الكيك أنا كنت بدي عملهم بالعجانة بس حبيت عملكم منهم بالخلاط شانا فرشيكونوا بتقدري تعمليهم في الخلاط إذا بديك تعمليهم بالمشبك اليدوي بديك تكون الزبدة شوي مطررتيها أكتر شوي بس ما بنيها تكون دايبة على الآخر رح نخلطها منيح وبعدين إن شاء الله يعني نحط البيض رح يكون عنا هنا حبتين بيض برضو مطلعينهم قبل بوقتي مش بحرارة المطبخ مش يعني يكونوا باردين رح نخلط عبين ما يصير القوام كريمي هيك زي الكريمة رح ننظف الحواف طبعا دير ميدور الجات دائما لأنه بتعرفوا الخلاط أو حتى في العجانة ما رح ياخد كل الأطراف عشان تختلط المواد منيح مع بعض ححط هنا حبتين بيض زي ما حكت لكم بحرارة المطبخ وحطت عليهم برش ليموني لأنه ما عندي فنية رح نخلط على بين ما تصير المواد مختلطة كويس مع بعض رح نضيف الطحين الطحين أنا عندي هنا رح يكون ثلاثة أكواب طحين رح نحط كمان معلقة كبيرة باكينج باودر مع طحين وننخل الطحين الأفضل إنك تنخليه هلا هو المفروض الطحين يكون دبل الكمية تبعة الزبدة يعني زبدة نصف كمية الطحين بس أنا يمكن الزبدة لأني مش موزنتها بالضبط أنا عندي قالب ونص كان وحطيتهم عطول واشتغلت فيهم أخدوا معي ثلاثة كاسات وتقريبا ونص هلا أنا حطتهم بالتدريج عشان تعرفوا ما يملوا الدنيا طحين بس هم المفروض يخطوا ثلاثة أكواب بالأخير أنت لما تحطي الكوب الثالث رح تشوفي القوام إذا عندك لساته ملتصق هيك بإيديك ومش ماسك منيح مع بعضه مش عجينة متماسكة بتضيف النص الكوب الأخير إذا بتشوفي طبعا حسب كمان نوعية الطحين إذا بتشوفي متماسك وتلعجينة ممتازة ما في داعي تضيفي آخر نص كوب بس هي بالضبط أنا يعني أمامكم هون حتشوفوا حطي ثلاثة أكواب ونص تقريبا يعني حتى النص أقل بشوي من النص وكله طبعا نخلته بالتدريج ونزلته على العجينة العجينة بتطلع كريمية كتير طيبة لما تكسر الحبة هيكة بتكسر معك بخفة وطعمها كتير طيب وصدقا بالنسبة للبيتيفور أو الشغلات هاي اللي فيها سمنة وزبدة الأفضل اللي كتجيب السمنة أو الزبدة حيوانية تكون وتكون نوعيتها كويسة يعني جودتها كويسة بتفرك كتير معاك بالطعم طبعا فأنا هون الزبدة يعني جيبت أنا وعيتها كويسة حيوانية غير مملحة ليست مملحة الزبدة لازم تكون ما فيها ملح للحلويات معروف وزي ما حكت لكم جودتها تكون عالية شايفين هون حطيت آخر شي وقلبته بالسباتشلا بإيدي وصارت العجينة متماسكة معاي ما ريحتها على طول حطيت أنا هون فرجتكم بالقمع إنه بتقدري تسوي بالقمع تبع الحلويات إذا ما عندك القالب تبع البيتيفور رح فرجيكم عدة أشكال بإمكانكم زي ما هم حكت لكم هيك تعملو شكل نجمات أو شكل هيك بالطول حبات طولية وزي ما شايفين انتو كيف العجينة متماسكة وطرية جدا بتحطوها بالقالب بتختاروا طبعا الشكل اللي انتو بتكمية في أشكال كتير بتيجي مع القالب وردة نجمة زي سوارة بتيجي أشكال ألوان يعني كتير شغل أشكالهم حلوة بتحطي في القالب بتكبسي على الآخر طبعا مرات بكون في شوية هوا لما تكبسي أول حبتين ممكن ما يطلعوا معاك مزبوطين بس بدك تثبتيها على الصينية وتكبسي برفق يعني شوي شوي لتطلع معاك الحبة كاملة هلا رح فرجيكم أنا هون بالصينية أول كم حبة طلعوا معي مش مش زابطين منيح بعدين صاروا تمام هلا هدول اللي مش زابطين بتشيليهم بترجع تحطيهم بجاط العجين وبترجع تحطيهم لما بدك تتملي القالب كمان مرة عجين بترجع تحطيهم عادي مش مشكلة بس المهم أن يكون شكلهم كلهم حلو يعني متناسق نفسيش الأشكال أنا حبيت أفرجيكم كذا شكال للبيتيفور اللي بيحب بيسويه حبة مفرغة من جوة أو وردة أو بالطول يعني في كتير أشكال حلوة فيه وأنا هنا كنت مولع الفرن على 350 يعني 170-175 تقريبا 180 مئة أو بالكتير هنا شكل وردة زي ما أنتوا شايفين وبعدين حطيت الصواني عادي أول بأول يعني الصينية اللي كنت أخلص منها كنت أحطها هون بدي أفرجيكم أنا هدول الحبات اخترت أني أنا ما أغطسهم أو أشكلهم أي إشي بس حطيت فيهم شوية مربة بالنص طبعا المربة بدي يكون جامد أو حبات اللي هي الفواكه تحطيها لأنها لما بديك حطيه بالفرن رح يتدوب أو تسيح المربة فأنت بديك يضل متناسكر رح تحطي حباتك يعني جامدة من المربة أو من الفواكه هون برضو بدي أفرجيكم أنه الأشكال ممكن تكون ما تزبط معك بالأول بس بتزبط بالآخر أو يعني تحطي شكل اللي بيناسبك هون اليدوي بتعملي دوائر إذا ما عندي قالب أو حتى قمع بتعملي يدوي بتحطي بتغطيها بالككاو اللي هي المشبك وبتحطي بالنص شكل نجمة أو بتعملي أي شكل أنت يعني شكل بالمعلقة بتشكل ورقة أو إشي أي شكل ممكن أنت تعملي تشكلي بإذاكي وهون بفرجتكم إياه بعد ما طلع من الفرن بالفرن رح يأخذ منك يدوب 10 أو 12 دقيقة يتحمر بس بشكل هيك يدوب دهبي من تحت وبتشيلي ما رح نحمره من فوق وهون عندي أنا الشغلات اللي رح أزين فيها الحبات عندي شوكولاتة بيضة شوكولاتة داكنة عندي هاي نوتيللا للي بيحب النوتيللا للشغلات اللي بدنا ندب فيها الحبة عندي فزق حلبي مطحون ناعم جدا وجوز هند والشغلات التانية اللي بتنحط على الكيكات والحلويات والكب كيكس بتحطي شوكولاتة من جوة أو مربة من جوة وبتحطي برضو بتغطي بالمربة وبالشوكولاتة وبتحطي أي شكل من الشغلات اللي انت حططيها أو موجود عندك في البيت بإمكانكم تطحنوا بسكوت تطحنوا لوز جوز فزدوك أي إشي عندك موجود جوز هند يعني متواجد في كل بيوت ومشغالي برضو كتير طيب أنا بحب أكتر شي بصراحة الجوز هند معه يعني جوز الهند والمربة كتير بيجوا مع بعض كتير طعمهم زاكي سوا هون عملتها بجوز هند هون عندي المربة بتفرجيكم برضو بإمكانكم بدل الشوكولاتة الدوبة شوكولاتة أو تشري شوكولاتة تحطي مربة شوية يضوب بالنص وتسكريها بالحبة التانية وتغطيها بالمربة وتحطيها بالجوز الهند أو بأي شي عندك زي ما حكت لكم بسكوت اللوتس أو أي بسكوت عادي إذا ما عندك لا هاي ولا هاي بإمكانكم تحطوا عسل تغطيها بعسل وتحطي عليها جوز هند أو فزق حلبي أو بسكوت أو أي شي عندكم يعني أي شي متواجد عندك بالبيت بإمكانك تعملي فيه وتفرح الأطفال خاصة برمضان يعني هاي الشغلات أو بالأعياد يعني حلوة تتسوي الشغلات هاي في البيت والحلو بهاي الوصفة إنك بإمكانك تعملي هاي الكمية يعني ما شاء الله عملت لكمية كبيرة عملت نصها والباكي عملته حطيته في تبروير وخبيته يعني لبعدين بإمكانك مثلا تعملي لمناسبة تانية أو وقت تاني ملاحظتين حابة أنوهلهم أول ملاحظة هي أول ما يطلع من الفورن الكوكيز أو البيت فور ما يتحرك من صنية منخلي يبرد بعدين منشطل فيه بارد تماما يعني منخلي يبرد تماما بنكله عصحن ولما نشطغل فيه برضو بنحط في على ورق بارشمنت بيبر أو قصدير عشان ما يلتسقط أن الشوكولاتة لما تنشف رح تتكسر وبرضو بإمكانك نعمله زي هيك حبات بدون ما نحط كل حبتين مع بعض والملاحظة الأخيرة هي أنو لما تكون العجينة طرية كتير معاكي أو دينيا شوب بإمكانكم تحطوها بالتلاجة بكل فترة أندي بتشتغلي بالقالب حطيها بالتلاجة أو حطيها بالتلاجة عشر دقائق بعدين بلشي شغل فيه عشان تكون مسكت معاكي منيح ومات الدوب وبس هاي هي طريقتنا وصحة وألف عافية وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر